السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجاوز المليون ريال أو المبلغ المنفذ أكثر من مليون ريال فإنه يتم إصدار قرار حبس للمدينة هذه الحالة الأولى كذلك من الأحوال إذا تعددت القضايا وبلغت الخمس قضايا فإنه يتم الحبس للمنفذ ضده هذا من حيث العمومة ومن حيث النظر للجانب النظامي ولكن في ظل ظروف جائحة كورونا صدرت تعاميم أخيرة بوقف جميع القرارات الصادرة بالحبس إذن قد يتساءل البعض ما هو الحل كيف طالب المدينية وكذلك البعض يسأل بالنسبة لهذا كان سجين أو قد صدر عليه قرار حبس ما الإجراء القادم نقول الآن الذي يجري عليه العمل أنه يصدق قرار 34 وهو القرار الذي يتضمن الإلزام بالسداد بعد هذا القرار إذا لم يتم الوفاء بالسداد يصدق قرار 46 وقرار 46 يتضمن الإلزام بالسداد ووقف الحسابات وبيع العقارات أو الأملاك إذا وجدت وسداد الدائنين إذن الآن لا يوجد أي حبس للمدين وإنما هو وقف للأموال والمبالغ المالية التي توجد في حسابات المدين أو المنفذ ضده إذا الآن الأمر مستقر على ما كان ولا يوجد أي تحديث أو تجديد في هذا الشأن حتى يصدر قرار يلغي القرار الأول أو حتى يصدر نظام جديد يغير في النظام الأول إنساء الله يوفقنا وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة